تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين بدار الأوبرا في ليلته الرابعة المزيد حول فعاليات المهرجان ينضم إلينا مبارشرة مراسلة فزول المصري باسم أبو العينين باسم أهلا بيك وضعنا في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته هذه نعم تحياتي إليك من دار الأوبرا المصرية وليلة جديدة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية في نسختها الثانية والثلاثين ليلة رائعة أخرى من ليالي مهرجان الموسيقى العربية تتألق فيها دار الأوبرا المصرية ويتألق المكان بهذا التنظيم الرائع والريد كربت الكبير الذي أبدى الحاضرون سعادتهم وسرورهم بهذا التنظيم الذي يأتي تحت رعاية السيد وزير ثقافة الدكتور أحمد هنو وبتنظيم أيضا شركة تذكرة للحضور والحجز في هذا المهرجان في تلك النسخة هذه الليلة الرابعة في مهرجان الموسيقى العربية ثنين وثلاثين الليلة عبارة عن فاصلين غنائيين كبيرين الفاصل الأول تحيي المطربة في هذه الليلة نسمة محجوب بصحبة فرقاتها الموسيقية أما الجزء الثاني من أو الفاصل الثاني من حفل الليلة فلي الموسيقار عزيز مرأة من دولة الأردن الشقيق بصحبة فرقاته الموسيقية وكنا قد أجرينا لقاءات شتى مع الحضور والذين أبدوا فرحتهم وسعادتهم عن هذا التنظيم الرائع لهذا العرص الفني الموسيقي السنوي الذي يعتبر عرصا فنيا ليس مصريا فقط وإنما عربيا إذ رصدنا اليوم العديد من الجنسيات العربية الشقيقة التي أتت لحضور هذا المهرجان بعضهم أتى لأول مرة والبعض الآخر تكررت زياراته ولا يفوتها وتحدث عن أن هذا المهرجان له سيط عربي كبير ويتم متابعته عبر التلفاز أو بالحضور لمن يستطيع وتتسنى له الفرصة لزيارة مصر لحضور هذه الفعاليات والذي يعتبر مرسولة محبة هذا المهرجان إنجاز التعبير مرسولة محبة بين الأشقاء العرب جميعا للإتيان إلى مصر والاستمتاع بأجوائها وهذا الجو المعتدل صحيح نحن بدأنا في فصل الخريف ولكن الأجواء الدافئة التي مازلت في مصر تميز هذا المكان والبعض يعني يسعد بوجوده ويسعد بالبرامج الموسيقية التي توجد في هذه الليلة وأيضا في خلال الليالي القادمة والتي استطاع المنظمون أن يثروا ليالي هذا العرس الموسيقي بالعديد من النجوم المصريين والمشاركين العرب أعود إليك أشكرا جزيلا شكر أزميل باسم أبو العنين كنت معنا من دار الأبرة المصرية